لقاء المحمدين دليل قاطع على عمق الخلاف السعودي الإماراتي وليس العكس والأعياد في الإمبراطورية الإيرانية هذا شكلها هل أنهى لقاء الأمس بين محمد بن زيد ومحمد بن سلمان الخلاف السعودي الإماراتي الأنهى قال وين أنهى اتفاق أوبك بلاس هل انتهت الخلافات السعودية الإماراتية صحيح هدأوا اللعبة الآن وقبلوا بأوبك وباتفاق بينهم يزيدوا حصة الإمارات إكرامية إليهم 200-300 ألف برميل لكن هذا ما يغير شيء هذه الخلافات حقيقة ستبقى بس أبو الصوص يعني اللقاء اللي صار أنه هيك ما قلوا معنى ما قلوا تأثير لقاءهم دليل قاطع على أن الخلاف كبير جدا يعني ما فيهم لحظة لحظة يعني إذا ما لتقوا فهيدا دليل على حجم الخلاف وإذا لتقوا كمان دليل على حجم الخلاف بس أبو الصوص كمان معلاش يعني أنا لمعك ولمعه تويتر كان مليان تغريدات مرحبة وإيجابية واحتفالية كله يعني الدكتور أنور جرجاش من الإمارات وكالة الأنباء السعودية رئيس هيئة الترفيه بالمملكة تركيا للشيخ يعني فيه بتحسك فيه نفس احتفالي بالزيارة أنه هذا كله ما بيعكس جو بين البلدان يعني مشددين على أنه دليل على أن الخلاف شديد جدا طب خلص خلص فهمنا فهمنا بعدين أبو الصوص ليك يعني بتعرفش معه حق حتى لو الزيارة منيحة وحتى لو ما ناخذ زيارة منيح ما بيعني شي حبيبي يعني فيه علم وراهد الموضوع ما بيعني شي من واقع التجربة أن السعودية اليوم تحبك بكرة تشتمك اليوم هي معك بكرة تصير عدوك وأقرب الأمثلة هي الإمارات نفسها يعني مية بالمية مية بالمية من السعودية اليوم معك بكرة ضدك مبارح ضدك اليوم معك والإمارات هي الدليل على هالموضوع مثلا مبارح السعودية فجرت مينة جبل علي بدبي واليوم تستقبل الشيخ محمد بن زيد أنه يوم هيك يوم هيك ولحق إذا فيك تلحق هاي السعودية والصوصة اللي هم تدعك حالنا بالأخير بس مان كيف الواحد بيقدر يعني يعمل علاقات بهيك جو وهيك مناخ خصوص العلاقات اللي فيها أكتر من طرف مثل مجلس التعاون الخليجي مثلا كيف ممكن الواحد يدير هيك جسم متعدد الأطراف بالظل هيك نفسيات وهيك سلوك هل تذهب دول الخليج إلى التحالفات السنائية بديلا عن مجلس التعاون؟ ده سؤال برضو طرحته تي أر تي عربي لا حبيبي لا ولا تحالفات سنائية ولا من يحزنون بالعكس التحالفات السنائية اللي عم بتحكوا عنا مثل ما نبين عم بتكون لخدمة الجميع ضمن مجلس التعاون ولا لا أبو الصوص لأنه مش أنا اللي عم بقول هيك إعلام الإخوان وإعلام إيران كمان عم بقول هيك فيه مناوشات فيه توطر كان واضح جدا في العلاقات السعودية الإماراتية زيارة السلطان هيسن بن طارق ده سلطان سلطانة عمان للسعودية فواضح أنه كان رايح من أجل الوساطة عشان يحل الخلافات السعودية الإماراتية على الأقل في مستوى النفط إذا لو أنا بقول هيك بتقول لي عم تطبيل تفضل هذه زيارة سلطان عمان مضمونة مبادرة بين الإمارات والسعودية يعني لا علاقات تنائية ولا تنافس ولا شيء بالعكس تكامل كل واحد عم بيجير علاقاته لصالح المجموعة اه شو في معطيات بعد حول الزيارة يا متابعين يا عالمين يا بتوع العلاقات الدولية زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق للسعودية هو تطويق الإمارات من خلال فتح طريق سوف يؤدي إلى الإضرار بميناء دبي تحالف السعودي العماني كماشة وحصار للإمارات تطويق الإمارات أبو السوس مش هامل شوي هي نفس الزيارة اللي كانت مبادرة بين السعودية والإمارات هلأ صارت تطويق للإمارات ما فهمت كيف صارت تحالف لحصار الإمارات لا وخصوصي أبو السوس ليك ما عرف أنت ما بتحبه بس أنا بحبه خصوصي أنه الأستاذ صابر هو اللي عم يحكي الأستاذ صابر رجل خرائط كلامه كله خرائطي رجل خرائط وبوصلة بتحسوا كان قرصان هو صغير عن جد قد ما بيحب الخرائط تحسوا كان قرصان إذا صابر قالك أنه السعودية تحاصر الإمارات يعني السعودية تحاصر الإمارات كمل أستاذ صابر كمل السعودية تتحسب أن الإمارات تفرض عليها عقوبات اقتصادية وحصار اقتصادي وبالتالي السعودية بتتحسب إلى الدخول فيه مشاكل اقتصادية مع الإمارات وممكن الإمارات تحاصرها كلام خرائتي على الآخر خرائتي على الآخر سيد صبر سيد صبر ما فيني ضل دايخ وراك أنا ولاحق على الخرايط من إذا السعودية عم بتحاصر الإمارات كيف الإمارات كمان عم بتحاصر السعودية بتحاصروا بعض صبر هادي بجزيرة الكنز مش صايرة مش صايرة والله ضعت هابو السوس أنا لك من الآخر أنا الزلمي خي نايف عقلي بسيط بكل هيدا الكلام ماني معني فيه خدني عد علي مبارح حصل لقاء بين الزعيمين مهمين في هذه المنطقة وأنا حابب اقتنع أنه هيدا طوى صفحة الخلاف لقاءهم دليل قاطع على أن الخلاف كبير جدا انت سكوت هيدا شيلوا عصمارتو كاف جيبوا بالآخر الأعياد عامة فرصة للواحد يوقف مع حاله إذا كان وضعه منيح بيشعر بهالشي أكتر بالأيام الأعياد من الأيام العادية إذا كان وضعه سيء كمان بيشعر بالسوق أكتر من الأيام العادية عيد الأضحى اللي بنعاد على الجميع إن شاء الله مثل هالمناسبات اللي من خلالها بنقدر نقرأ أوضاع عديدة وأحوال حديدة موضوع مهم بستاهل كلام جد منطقتنا مقصومة بين منتهى البؤس وقمة الإنجاز والتقدم في هيك وفي هيك بس فيه اسم تاني أهم تصريحات على لسان عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية حسن رحيم بور أزغادي أكد فيها أن بلاده باتت تهيمن على ست دول إن هي العراق وسوريا واليمن ولبنان وأفغانستان إلى جانب غزة أشار حسن رحيم بور أزغادي أيضا إلى أن بلاده تتطلع إلى إمبراطورية واسعة هذا تصريح قديم شوي بس إذا بدك دليل على أنه المنطقة مقصومة بين دول الإمبراطورية الإيرانية وبين الدول اللي مش ضمن الإمبراطورية الإيرانية بها البساطة مثلا هلأ بمناسبة الأعياد شو وضع الأعياد بدول أو بولايات الإمبراطورية الإيرانية؟ شو وضع؟ أعياد كان ينتظرها اللبنانيون للاحتفال بها وللاسترزاق باتت شوارع خالية ومحلات مقفلة ليلة دامية في العراق لم تتخذ من العيد ثوبا في مدينة الصدر التي شهدت تفجيرا انتحريا تسبب في عشرة القتلى والجرحى ركود اقتصادي في الأسواق يرافقه ضعف القوة الشرائية للمواطني بسبب ارتفاع سارة صرف للعملة الأجنبية عيد آخر يأتي واليمنيون في وضع لا يسر أحدا ارتفاع جنوني في الأسعار وهذه زيادة الرواتب وهذه اللذر الرمات في العيون يعني هذه ما الذي ستفعله يستقبل سكان قطاع غزة عيد الأضحى هذا العام في ظل أوضاع اقتصادية سيئة يصفها براقبون بأنها كارثية فمعدلات الفقر وصلت مستويات غير مسبوقة ليست المرة الأولى التي يتم خلالها استهدف القصر الرئاسي الأفغاني في العاصمة كابل لكن هذه المرة يتم استهدفه بصواريخ أثناء أداء صلاة عيد الأضحى يعني حيث حل النفوذ الإيراني حلت لعنات الفقر والمرض والتخلف والموت والانهيار طيب هل هذه صدفة؟ صدفة؟ صدفة أن هذه الدول المستتبعة لما يسمى النفوذ الإيراني في المنطقة دول واقعة متشابه متشابه بالترد والانهيار والمرض والموت حتى خلال العيد خود بلد مثل العراق بلد مثل العراق كانوا الناس فيه على موعد مع الموت العبثي المجاني حتى بالعيد حتى بالعيد زيّن البؤس يوميات العراقيين هذا البلد وضعه مش صدفة هذا البلد هو اللي منعت إيران نهوضه منذ سنة 2003 بشكل ممنهج ويومي والنتيجة اللي عم بتشوفوها لبنان شرحه اليمن فرجة سوريا بقية حواضر ما يسمى الامبراطورية الإيرانية حتى داخل إيران نفسه الصرفة هي ذاتها منذ عقود لا لتعطيش عرب الأحواز مظاهرات لليوم الرابع تواليا تشهدها مدن الأحواز جنوب غرب إيران بدأت احتجاجا على شح المياه وتقييد حصص المناطق بعد أن حول النظام الإيراني مسار بعض الأنهار من الأحواز نحو مدن وسط إيران مثل قم وأصفهاند أهوازيون يتحدون النظام ويخرجون عن صمتهم بسبب الفساد وشح المياه ما تسبب بمقتل شخصين حسب وسائل الإعلام إيرانية تفضل يعني الحد الأدنى من الخدمات هو المي شرب لك مي ما فيه جمهورية بؤس مثل الجمهورية الإسلامية في إيران شو بدأت صدر إلا البؤس ما إذا بإيران هيك بره شو بدأت يكون بالمقابل الدول اللي خارج الإمبراطورية الدول المستقلة عن الإمبراطورية الإيرانية وضع مختلف قلنا سعيها المتواصل لتوظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن أعنى سعودي أن موسم الحق هذا العام يشهد مشاركة نوعين من الروبوتات أحدهما الشخصي والثاني أمني لتيسير أداء المناسك وخدمة حقاق بيت الله الجمهورية المصرية القائمة بسبات ورسوخ على مفهوم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي تمتلك القدرات الشاملة عسكريا واقتصاديا وسياسيا واكتماعيا رئيس نادي باريس إمانويل مولان قال إن المانحين الرسميين في النادي وافقوا على إلغاء 14 مليار دولار من الديون المستحقة على السودان هذا ليس صدفي هذا واقع ناتج عن خيارات سياسية واجتماعية وفكرية محددة في حزمة خيارات بتوصل إلى مصائر مثل مصائر لبنان واليمن والعراق والسوريا وغزة وحزمة خيارات أخرى بتوصل على أوضاع الدول اللي هلأ شفتوها بيطلع واحد بيلك لا هيدا نحنا وهيدا مصيرنا وتاريخنا والتخلف العربي لا حبيبي ما في شيء اسمه التخلف العربي بالمطلق فيه ناس متخلفة وفيه ناس مش متخلفة اللي بيعمل موسم حج بسنة 2021 بيشبه القرن الواحدة وعشرين مثل الموسم الراهن بظل كورونا بظل ميت مصيبة اللي بيقدر يطوع التكنولوجيا الحديثة روبوتكس ودرونز وذكاء استناعي وتحليل بيانات هو النقيد التام لمسار التخلف اللي بيقدر بخبرات وطنية وقدرات وطنية انه يكون جزء من مشروعات الفضاء هيدا اللي عم تشوفوها تويت لهزاع المنصوري من لما كان بالفضاء اللي بيقدر يعمل هيك بيقدر يوصل على المريخ مثله مثل كبار الدول بالعالم مثل امريكا مثل الصين هيدا مش جزء من التخلف العربي ولا التخلف العربي هو يقدره الموضوع بسيط موضوع خيارات خيارات مش قدر خيارات لو السودان كمل بخيارات تحويل هذا البلد العظيم الى مجرد منصة ومخيم للقاعدة والحرس الثوري مركز تدريب لعماد مغني واسماء بن لادن لو كمل هيك كان العيد حمل للسودانيين المزيد من التعثر والعقوبات والديون والفقر والانهيار انما السودان بسبب خيارات خيارات الشعب السوداني يحتفل اليوم بعيد الاضحى والعيدية اعفاء السودان من اكتر من 14 مليار دولار من ديون نادي باريس يعني فاقه صباحية العيد لقيه في اعفاء من 14 مليار دولار شو يعني الاعفاء يعني فرصة للانتعاش للتنمية لتفعيل امكانات السودان كما يستحق هذا البلد وشعب هذا البلد مش صدفة ابدا انه دول الامبراطورية الايرانية المزعومة عيدة بؤس وقلم والدول المستقلة عن الامبراطورية الايرانية المزعومة هي دول عز وازدهار وتفائل ومستقبل هيدا مش صدفة هيدا نتيجة منطئية وموضوعية لخيارات محددة نهاية حرقتنا الليلة تصبحوا على خيار اشتركوا في القناة